إلى مستجدات كوفيد-19 في الدولة، إذ أعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 87 ألف فحص جديد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحصات على مستوى الدولة في الكشف عن 932 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة. وجميعها حالات مستقرة. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 99733 حالة. وأعلنت الوزارة عن شفاء 1287 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 89410 حالات. بالمقابل أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا. وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 429 حالة.